سلام الله عليكم أصدقائي الصديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز أنشطة الصفحة 47 يتعلق الأمر بتقويم تعلمات نهاية الأسدس الأول ودعمها الحصة 11 هنا سننزل الحصة 11 في الفيديو اللاحق سننجز دمان الصفحة 48 أي الحصة 12 من مرجع التجديد في النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم لإبتداء الطبعة الجديدة والمنقحة طبعة 2021 بنسبة الطبعة تكون مكتوبة خلف الكتاب إذن نبدأ بالنشاط الأول للتحقق من نوع التغير الذي يحدث للورق عند احتراقه أنجز أمين تجربة التالية إذن آمين خضاء ماء الجير وخضاء الورق إذن نشعل فيه العافية وحط ماء الجير يعني عفوا حط يعني ذاك الأنبوب قرب الدخل المتصاعد من هذا الاحتراق ولا حدا تكون دباب إذن السؤال الأول يقول أحدد على ما يدل الضباب المتواجد بالجوانب الداخلية للأنبوب إذن بنسبة السؤال الأول نكتب إذن نعفوا نكتب إذن يدل الضباب يدل على تكاتف نحن نجواب نشان تكاتف على تكاتف بخار الماء بخار الماء إذن يدل على تكاتف بخار الماء على الجوانب الداخلية للأنبوب للأنبوب هذا فيما يخص السؤال الأول ثانيا بعد إضافة ماء الجير يتعكر هذا الأخير عند تحريكه استنتج جسما آخر لإحتراق الورق إذن هنا تعكر ماء الجير يدل على إذن يدل على ظهور غاز تنائي أكسيد الكربون ننتعكر ماء الجير يدل على وجود غاز تنائي أكسيد الكربون ونكتب تعكر ماء الجير يدل على يدل على ظهور غاز يدل على ظهور غاز غازي تنائي تنائي اوكسيد اوكسيد الكاربون الكاربون نرمزه لي بسي اودي تنائي اكسي الكاربون نرمزه لي بسي اودي اذا السؤال الثالث احدد نوع التغير الذي يحدث للورق عند احتراقه اذا هذا التغير يسمى التغير كيميائي علاش لانه ظهرت لدينا اجسام جديدة اذا نكتب بنسبة السؤال الثالث ظهور اجسام جديدة ظهور اجسام جديدة يدل على يدل على ان احتراق احتراق الورق مالو تغير تغير كيميائي لانه تغيرت لنا طبيعة المادة المكونة لهذا الورق كيميائي اذا هذا فيما يخص السؤال الثالث نمر الان الى النشاط الموالي تانيا يفسر الانسان الاشياء التي يراها ويسمعها ويتدوقها ويشمها بواسطة الدماغ النخاع الشوكي خلايا الاحساس الجلد اذا هنا يفسرها بواسطة الدماغ وبواسطة خلايا الاحساس يفسرها بواسطة الدماغ وبواسطة خلايا الاحساس نمر الان الى النشاط الثالث تتكون السيجارة واحدة من 93% من التبغي 5% من الورقي و 0.86 ميلي جرام ميلي جرام من النيكوتين و 9 جرام من القار و 2% من العناصر التي تدخل في بنية السيجارة كل هذه المواد الموجودة في دخان السيجارة تنقل الى اعضاء الجسم بواسطة الدم السؤال الاول احدد بعض الاعضاء الجسم التي تتأثر بالمواد المكونة للسيجارة اذا هذه الاعضاء نذكر الجهاز العصبي الجهاز العصبي القلب او الجهاز الدوراني ثم الجهاز العصبي تتأثر الخلايا العصبية الخلايا العصبية الخلايا العصبية يوصلها واحدة كمية كافية من الاكسجين ضروري لذلك تتأثر الخلايا العصبية ثم الرئة الرئة او الجهاز التنفسي بصفة عامة الجهاز التنفسي او الجهاز التنفسي بصفة عامة او الجهاز التنفسي بصفة عامة او الجهاز العصبية الدوراني العصبية او الجهاز التنفسي بصفة عامة العصبية بالسرطان الإصابة بالسرطان هذا فيما يخص النشاط الثالث نمر الآن إلى النشاط الرابع يقدم جدول أسفله مجموعة من الكائنات الحية وغداءها من بحيرة ما الحلزون يتغدى على النباتة المائية الشرغوف يتغدى على النباتة المائية السابحة على الضهر سمك الشبوت يتغدى على حلزون والسابحة على الضهر سمك الزنجوري يتغدى على الحلزون والسابحة على الضهر والشبوت هذا فيما يخص قراءة الجدول نمر إلى السؤال الأول أتمم الجدول أعلاه بوضع علامة في مضروبة في المكان المناسب بعد نقله على دفتري نبدأ الحلزون الحلزون يتغدى على النباتة أي عاشب الشرغوف على النباتة كذلك عاشب السابحة على الشرغوف لاحم النباتة المائية تصنع الغذاء تيليها بوحدها تسمى منتيج سمك الشبوت على الحلزون سمك الزنجور على الحلزون والسابحة على الضهر لاحم كذلك نمر الآن إلى السؤال الثاني أنجز الشبكة الغذائية التي تربط هذه الكائنات الحية فيما بينها سوف نقوم بإسراء الشبكة الغذائية سوف نكتب النشاط الرابع الثانيا هذه الشبكة ستبدأ بنبات مائي لأنه منتج نبات مائي هاد النبات المائي غايت تغدرين على الشرغوف شرغوف هاد الشرغوف هادا سيؤكل من طرف انا ما عدناش اللي بلاصفاش نكمله سيؤكله من طرف سابحة على الضهر سابحة على الضهر هاد السابحة على الضهر تؤكل من طرف شبوت وتؤكل أيضا من طرف زنجور نسبة النبات المائي يؤكل من طرف حلزيونة والحلزيونة تؤكل من طرف شبوت وتؤكل أيضا من طرف زنجور هذه هي الشبكة الغذائية لقدرنا نقده من الجدول نبات مائي يؤكل من طرف شرغوف وتؤكل من طرف سابحة على الضهر والسابحة على الضهر تؤكل من طرف زنجور ثم نبات المائي يؤكل من طرف الحلزيونة الحلزيونة تؤكل من طرف الشبوت والحلزيونة تؤكل أيضا من طرف زنجور ونقدرنا نكمل شبوت يؤكل من طرف زنجور هذا الزنجور هو المستالك من الدرجة الثالثة هذا المستالك من الدرجة الثالثة والنبات المائي يسمى منتيج نمر الآن إلى السؤال الثالث أحسب عدد الثلاثل الغذائية التي تتكون منها هذه الشبكة ثم أحدد أطولها نرى ما هي السيسلة الغذائية لدينا السيسلة الغذائية الأولى نبات المائي يؤكل من طرف شكرة يؤكر من طرف السابة، من طرف زنجور سوالثل الثالثة النبات المائية يؤكل من طرف الحلزيونة يؤكر من طرف الشبن يؤكد من طرف زنجور هذه السلسلة الثانية ثم لدينا السلسلة الموالية لدينا نبات مائي يأكل من طرف الحلزونة تأكل من طرف الزنجور هذا فيها ثلاثة نبات مائي حلزونة زنجور ثم سلسلة الرابعة لدينا بقي واحد سلسلة يدينا نبات مائي يأكل من طرف شرغوف تأكل من طرف السابحة على الضر تأكله من طرف الشابوت يأكل من طرف زنجور هذا فيها اربعة بالنسبة للأطول سلسلة غذائية الليلون نبات مائي يأكله من طرف شرغوف يأكل من طرف السابحة على الضره يأكل من طرف شابوت يأكله من طرف زنجور الاطول سلسلة غذائية نبات مائي نبات مائي يؤكلوا من طرف شرغوف. يؤكلوا من طرف سابح على الضهر. على الضهر. يؤكلوا من طرف شابوت. يؤكلوا من طرف زنجور. إذن هذه هي أطول سلسلة غدائية. عفوا. أطول سلسلة غدائية هي هذه. أمر الآن إلى السؤال الأخير. رابعا. أحدد نوع العلاقة الغدائية التي تربط سمك الشابوت بسمك الزنجور. وأعرف هذه العلاقة. إذن إذا رجعنا السلسلة التي قدناها في تمرين الثاني. قبل أن السمك الشابوت يؤكلوا من طرف الزنجور. أي أن لدينا واحد العلاقة دي الإفتراس. إذن بالنسبة للسؤال الرابع نكتب. إذن بالنسبة للسؤال الثلاثة. هذه هي أطول علاقة سلسلة غدائية. وبالنسبة للشبكة رفع أربعة السلسلة غدائية. للتوضيح فقط. نمشي للسؤال الرابع. إذن العلاقة علاقة افتراس. نكتب علاقة افتراس. علاقة افتراس. نعرف هذه العلاقة. هي نكتب هي. نكتب هي علاقة غدائية. هي يقتل فيها. يقتل فيها المفترس فريستة. المفترس. فريسته. ويتغدى عليها. ويتغدى عليها. إذن علاقة افتراس هي علاقة غدائية. يقتل فيها المفترس فريستة. ويتغدى عليها. هنا نصل الى نهاية هذه الحصة. نلتقي ان شاء الله في الحصة المقبلة. لاتمام ما تبقى من تمارين لتقويم ودعم تعلمات الأسدس الاول الصفحة تمانية واربعون الى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر